النوع الثالث من تفاعلات الألكينات هذا التفاعل يميز بين نوعي الألكينات وهما تيرمينال ألكينات وإنترنال ألكينات فنجد أن التيرمينال ألكينات به ذرة حيدروجين طرفية تمتلك خاصية حمضية وهذا لا يتوفر في الانترنال ألكينات لذلك يمكن للتيرمينال ألكينات أن يتفاعل مع سترونج بيز مثل صوديوم أمايد حيث يحدث إحلال لذرة الحيدروجين الحمضية في الألكينات بأيون الصوديوم الموجب من القاعدة كما يلي تدخل الصوديوم وتخرج الحيدروجين فينتج ملح يحتوي على أيون الأسيطايلايت التفاعل الرابع هو وهو أيون الأسيطايلايت الذي ينتج في التفاعل الثالث السابق حيث يمكن الاستفادة من حمضية الحيدروجين في التيرمينال الكاين في تكوين أسيطايلايت عنيون كخطوة أولى ومن ثم يتفاعل أيون الأسيطايلايت الناتج مع ألكي الحالايت مناسب وذلك لتخليق الكاين جديد يكون من النوع إنترنال وهو أطول سلسلة من الألكاين الأول ويسمى التفاعل الكايليشن أي الكلة وذلك بسبب أنه تفاعل إضافة لمجموعة الكيل إلى الألكاين ويعتبر هذا التفاعل طريقة جيدة لتخليق الألكاينات طويلة السلسلة كما يتضح في هذا المثال حيث نلاحظ أن التيرمينال الكاين المتفاعل هو واحد حكساين يتفاعل في الخطوة الأولى مع صوديوم أمايت في إنتج الملح المحتوي على أسيطايلايت أنايون والذي يتفاعل في الخطوة الثنين مع هاليد الكيل وهو واحد برومو بيوتان فينتج الكاين طويلة السلسلة هو فايف ديكاين